أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلغاء المعاملة التفضيلية والامتيازات التي كانت مقررة للشركات المملوكة للدولة العاملة في المجالات الاقتصادية وأشار مدبولي إلى موافقة مجلس النواب على القرار مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المسواة في التعامل مع مختلف الشركات تقدمنا بمشروع قانون بيلغي كل المواد القانونية اللي بتمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة اللي بتشتغل في قطاعات الاقتصادية والاستثمار ودي كان مطلب مهم جدا في إطار الحياة التنفسي وأن يبقى فيه مساواة في التعامل ما بين الشركات المملوكة للدولة والشركات القطاع الخاص وده بالفعل أقرناه وتم اعتماده مجلس النواب بالفعل النهاردة اعتمدوا بصورة نهائية عشان يبقى كده بنلغي أي معاملة تفضيلية كانت موجودة لشركات الدولة اللي موجودة الحقيقة يمكن يعني موضوع الشركات النشأة وإن ده كانت دايما مطلب إن يعني الموضوع ده ينظم إحنا الحقيقة أنشأنا وحدة تابعة المجلس الوزراء مباشرة عشان هي اللي تبقى مسؤولة عن حوكمة وإدارة هذا الموضوع وتساعد المواطنين على أو الشباب اللي هو عايز يعمل شركات نشأة لهذا الموضوع